يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم 2 الساعة 7 بالدقيقة أصبط ساعتك علينا كل أسبوع بنحاول نفكر أنا وكل فريق العمل الموضوع اللي تعبنا في حياتنا الموضوع اللي شاغل كل ست وكل راجل الموضوع اللي تاعب كل أم وكل أب وبصراحة من خلال الموضوعات اللي احنا بنقشها معاكم كل أسبوع بنحاول بنحاول على قد ما بنقدر إن احنا نفتح لكم سكة معينة نديكم كده ضوء كده كشاف كده على تركة بسيطة ممكن من خلالها يغير حياتكم ممكن من خلالها يفتح لك مدارك جديدة في عقلك كده وانت بتربيه ابنك ممكن من خلالها فجأة تحس إن انت مش طول الوقت صح لا ده في حتة تصدقوا صح أنا تلاعت فيها غلط فدايما في كل حلقة بنبقى حارسين جدا إن احنا نروح على طول الموضوع ونبقى بنموت نفسنا عشان نديكم المعلومة الصح والخلاصة الحكاية النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل بيوت كتير بيوت كتير ايه؟ 99% من البيوت شاغل كل راجل وكل ست كل أب وكل أم يعني أكيد مدام أب وأم وراجل وست يبقى هنتكلم عن الولادة النهاردة أنا عارفة إن التربية دي حاجة صعبة جدا عارفة عارفة ومجربة التربية دي حاجة صعبة عارفين كده بالزبط اللي يقولك إيه؟ السهل الممتنع يعني إنت شايف قدامك البحر وإنت بتعرف تعوم بس إنت لو ما نزلتش في المكان دا لو طولت قدامك شوية بغشاوة بغشامة يعني إلا غشيم وبعدم تفكير من العقل ممكن تغرق البحر أوه جميل والموك جميل وراحة نفسية وحاجة جميلة بس لازم أعرف أنا نازل في أني مكان في البحر ممكن أنزل في الحيطة اللي فيها روش روش تطلع تكلني بالزبط كده التربية تربية حاجة جميلة ونعمة من عند ربنا ورز ناس كتير قوي بتتمنى فأكيد بنحمد ربنا على النعمة الكبيرة دي من أكبر النعمة اللي ربنا بيدهنا لكن النعمة دي لو أنا ما حفزتش عليها وكبرتها بميورد الله وبتقالدنا وبقصلنا وبدنا النعمة دي ممكن تتقلب عليها تبقى جحيم وتتقلب من نعمة لنقمة إيه دا؟ يعني أنا ممكن عيالي يبقوا جحيم بالنسبة لي اللي انت بتقوليه دا يا إيمان يا مختار آه عيالكو على فكرة وفي دلنا حتى بيقول كده ممكن عيالنا تبقى بسبب شقانة في الدنيا طب إزاي أخلي ولادي من سبب شقاية في الدنيا؟ إن إحنا نربيهم صح إن إحنا نربيهم صح طب وإنتي بقى هتفتي طب ما إحنا بنربي ولادنا صح على فكرة أنا أم زيكم فأنا بتكلم معاكم النهاردة بكلمكم وبكلم نفسي آه فيه ناس بتسأل تقولك طب هل تربية البنت غير تربية الولد؟ يعني في زمان الأسر المصرية زمان كان يقولك يتخلي في الوقت إرميه في الشارع ومش يحصل له حاجة دا راجل دلوقتي لا اختلف دلوقتي لا لما بتدت الشباب تبقى دخلت في الإدمان وبتدمر عائلة كاملة شاب واحد يبقى وحيد أمه وأبوه يتوفى بسبب الإدمان فما نقدرش نقول إن أنا أخلف راجل إرميه في الشارع لا هيتلموا عليه أصدقاء السوق والفلوس الكتير فجأة يبقى أنا بربي مدمن في بيتي هو بيموت وإحنا بنموت جنبه هو بيموت وإحنا بنموت جنبه وإحنا عملنا حلقة على الإدمان قبل كده فيه وحكا أنا شفته قد إيه الموضوع صعب قد إيه مش هو المريض بس اللي بيبقى يا حبيبي ده مريض لا دي الأم بتموت كل يوم جنب ابنها المدمن الأب نفس الحكاية بيبيع فلوسهم بيبيعوا كل اللي عندهم بسبب ابنهم عشان يعالجوه والولد بيطلع بيسرق أمه بيسرق أبوه ممكن في الآخر يعني مش عايز أدخل قوي في الحاجات اللي ده ما نتقيل بس بنشوف جرائم قتل الولد موت أمه عشان مريضيش تديره فلوس يروح يجيب بي مخدرات طيب ده معنى إن الشاب نرجع بقى اللي هي الأفكار القديمة إن أنا أخلي فولد ربيه في الشرع لا طب والبنت يا إيمان البنت آه البنت طبعا ده عرض بنتي فطبعا محتاج رعاية وتربية وإن أنا أحاوط عليها وإن أنا أجري أشوف بتكلم مين على فكرة البنت ببوز بنت والولد يبوز ولد يعني ما تطمنش قوي مع بنت أنت متها قوي وشايفة كده علامات كتير وأقول إيه أصلها بنت يعني بتاع مش حاجة غلط ما بتروحش في حتة ما بتخرجش البنت ببوز بنت ده يخلينا نرجع للموضوعنا إن ولادنا إحنا اللي بيربيهم ولا لما بيكبروا هم اللي بيربونا الموضوع صعب قوي حقيقي الموضوع مسهل خالص خاصة ونحط عشرين خط عشرين خط كبير وأحمر كده تحت السوشيال ميديا إحنا عايشين في عصر السوشيال ميديا تليفون ولدنا في إيديهم كده ما بيتحركش يعني التليفون عليه كل وسائل وشبكات السوشيال ميديا أنا أقول ما تلبسيش ده تفتح التليفون تلاقي البنات كلها اللي بسنها لابسها وبطنها باينها ورجليها وشعرها ما عافش معمول بطرقة غريبة ونكشى شعرها أنا أقول لي ابني لا 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 إيه اللي أنت اللابسه ده ده بناتي قوي مش تسترجل كده وتبقى لابس لبس كده فيه رجالة لا إيه ده ما هو الولاد كلهم لابسين لبس اللي واقع منهم واللي مقطع واللي عامنين موضات غريبة فالسوشيال ميديا أنا بربي هي بتخترق البيت سوشيال ميديا دي اختراق اختراق أنا مش قادرة أوقفها ما فيش أم قادرة توقف الموبايل اللي في إيد ولادنا التلاصم تلاصم المشكلة وفك هذه الرموز والتلاصم من خلال ضيفنا اللي هيكون معانا في الستوديو الكاتب وممارس علم النفس الإيجابي إبراهيم السيوفي لكن قبل ما نروح لضيفنا في الستوديو تعالوا مع بعض أنا بصراحة مختارين كده أم وبنتها عشان الحكاية تبقى واقعية يا بدل ما نوعد نتكلم في حاجة حتى مش شايفينها وخير المثال معانا مدربة الفتنس منار الحكيم وبنتها الأمراية جودي محمود وده طبعا أم وبنتها وتعالوا بقى ايه نخترق هذا الجدار المانع سالخير يا منار ازاي نسأل النور تمام الحمد لله كله تمام طبعا انت عامل ايه الحمد لله وليلي جودي الأول عندها كم سنة 12 سنة 12 سنة جميل جدا هو السن اللي عمل لنا قلق في نفخنا من 12 سنة من 12 بقى لغاية 16 17 كده احنا منعيش في معاناة هذا السن الأول يا منار انت طبعا مدربة فتنس يعني ستة رياضية ستة فهمة يعني ايه رياضة هل جودي خلتيها تلعب رياضة ولا هي برضو بمزاجها لا جودي ما شاء الله بطل الجمهورية في الجنباز وفي السباحة كمان ما شاء الله ما شاء الله ايه حلو ده الام الوعية اللي فهمة بتفرق عشان كده انت معانا النهاردة طيب قوليلي بقى ايه اكتر المشاكل في سن جودي بتتعاملي معاها ازاي ايه المشاكل اللي بتخليكي بتشد فيش تعرج بالليل وتقولي انا زهقت انا طيب مش عارفة اعمل ايه ايه العند العند عنادية بدرجة غريبة الكلمة يعني بتتقال كدير اوي عبال ما تقتانع في الاخر وتيجي تقوم حضناني خلاص يا مامي سوريا انا عارفة ان انت صح طيب ما كان من اول يا بنتي طيب حلوة اوي لما هي بقى بتعند العند الغريب ده انت بتتعاملي مع العند ده ازاي امانار لا بتمسك برأيي بصراحة ما بتنزلش لا هو ده صح والله العظيم انت شاطر ان ماما هي الا صح ونشوفها ايعملها انت بطلة لان انت فيه ناس كتير بتقول كلام دبلوماسي تقولك بحاول افهم وعدي شوية لا بس انت صح ما فيش ام بتخلي بنتك نشك المتالي لا بتنزلش طرام انا متأكدا اللي بعمله ده في مصلحتها فلا مش بتنازل طيب ولما انت بتزعقي وتقولي لا انا شايفة ان ده غلط وبتيجي تقولك اهو صحابي اهو عادي عادي يعني ايه المشكلة لما البس كذا وبطنيت ده عادي يعني كلمة عادي دي سمعتي اكم مرة في اليوم يا منار اه سبعة تلاف مرة في اليوم على كل حاجة كل عادي انا انا صحابي بيعملو صحابي بيخرجو انا كبيرة مش صغيرة بس لا انا بخاف عليكي طب لو هي جابت صحبتها لان دلوقتي انا بحكي لك مشاكل امهات كتير تقولك طب هي تاني يوم بتجيب صحبتها تبقات عندي فانا تكسب انا ما عنديش مشكلة بيتي مفتوح لصحابها كلهم طول الوقت لا معانا اللي اصدوا ايه هي بقى بتيجي بناتهم يقولوا ليه طب يا مامي بصاحبتي ايه مامتها السبتها اتبات عندي فانا لازم ارد وانا كمان ابات عنده اا لا ببطو بيهم برضو برضو لا مش هعرف اعملها على فكرة انا معاك جدا انا بنتي تنام في حدن انا مليش دعوة هي في او طب جودي انت اي رايز الكلام دا صحابة اي هم جانو هم ايه تماما على دماني من فوق يكونوا يدوروا البيت في اي وقت وبيعوضوا قدهمها ما عايزين لكن انا بصراحة لا طب انا عايزة اسمع رأيي جودي بقى واضح ان هي هتضربنا رايك ايه يا جودي في الكلام دا لا عايزة ايه وانا ما بستقزم مرح انت صحابي براح وقت معهم شوية وبعدين برجع تاني بس مش حتى مش بحبها انتي ما بتحبش تباتي عند حد صحا اه اه ماشي الحمد لله انا عايزة اسألك يا جودي انا عندنا رولز كده طلعين عليها من واحدة الضائرين طيب جودي ايه اكتر مشكلة حاسة ان مامتك مش فهماك فيها او فيه ساعات لو مثلا تصريحة شاري او لبسي عارف انا اللبس الواسع القصير دا اه عارف ايه حسنا كونجة مساكل كل الامهات في السيزن الصيفي والشتوي وقبل اسكندرية والمصائف وقل الاخناقات التي تحدث في محل اللبس نحاول نش Laser حسنا نحنا دا الوقت مستطيع انخبطหนى is not a bad نمrès سنحبث او لقينا دا حبي وده عجبني وعجبك تمام، طب خلاص ده عم هو ده العين، ما نرجعش بقى تاني خلاص للحاجة اللي ما كناش مقتنعين بيه من الأول. ماشي، نرجع بقى للمشكلة الأزلية، يعني أمهات كتير تقولك ايه في وقت الدراسة، أنا أخد الموبايل من بنتي الساعة 9 بالليل واشيله بره قديها بره القوضة، وخناقات بقى والناس تسمع صوتنا في الشارع بقى والموبايل يا مامي ولازم وأنا بحب جنبي، يعني ايه قصتك بقى في المشاكل الموبايل والسوشيال ميديا؟ ماشي، هو ده برضو الحمد لله ما عندناش في مشكلة، احنا عاملين فاميلي لينكا على التليفون بيتقفل في ساعة معينة، فخلاص مجرد التليفون ما تقفل هو بيطلع بره القوضة علشان ما ينفعش يبقى جنبنا واحنا نايمين، ولا بشحنهولها علشان صبح وهي نزل المدرسة ويبقى معيها علشان لو عندها درس او حاجة اعرف اتطمنا عينة، احنا ماشاء الله، فبرضو احنا لنا وقت معين بيتفتح في التليفون وبيتقفل في التليفون ولينا عدد ساعات محددة نستعمل فيها التليفون، طيب هو ده وانكين اللي انت بتقولي ده الناس مش فهمة قوي يعني مش كل البيوت عاملة ده دي خاصية كده في الموبايل انه بيبقى متوصل بموبايل باباها صحي كده؟ فالام والاب عشان الناس بتفرج علينا عشان الناس بتفرج علينا عشان الرسائل اللي بتبعتوا لي عالصفحة ايمان اشرحينا اللي بتقوليه لو في حاجات بتتقلب الانجليزي، دي خاصية كده بتتعامل على الموبايل حدك تقدر تسأل اي حد بيفهم في الموبايلات محلات الموبايل اللي جنبك مفيش اي مشكلة، ان ازاي اقدر اقفل تليفون ابني ليه ساعة معينة انت بتتحكم فيها، بيتقفل كل حاجة عالتليفون نت وكل حاجة، فدي للناس اللي حابة تفهم ايه القصة اللي منار بتتكلم عليها، تمام؟ انا اخر سؤال يا منار، ايه اليوم اللي وصلتي فيه او بتعرفي توصلي يعني وصلتي المرة لمرحلة غضب شديدة جدا، فاضطريتي ان انت تضرابي جودي مثلا او تعني فيها بطريقة جامدة؟ لما بتتخاني مع اخوها بصراحة لان هي عصبية جدا، شكل الاخوان باقص، هو مش عصبي هو غلاوي يعني ممكن يقوم خابطها وخطة يعوارها، انا ما بدرمش، واباها الحمد لله مش بيدرم، لكن ادم مش بيعرف يزعق، مش بيعرف يتعصب، فبيقوم خابط اللي قدامه بأي حاجة، فلما هي بتيجي تتعصب معاه فانا لازم اكون احل المشكلة، لازم اقصر كل واحد في قوضة لغاية الاتنين ما يهدوا ويعتزوا البعض، دي بتبقى اكتر مشكلة عندي في البيت يوميا يعتبر، هي واخوها هما سنهما بينهم سنة ونصف، ففوق دماغ بعض من الاخر، تقول الولد بيتخلو على كل حاجة، بس انا بقى الكلمة دي بقى مدايقاني، لان انا كده حسيت ان تربية الولد عندك غير تربية البنت، عص الولد ما بيتكلمش كده يقوم يدرم، انا عايز تقول ان الديم تربيه نفس التربية، بس دي ليها شخصية وهو ليه شخصية، انتي بتتعامل مع الولد غير البنت، اني انت بتتعامل معنا يا إنه راجل، يعني اللي هو لا، يعني احضًا، يعني انا باتعمل، يعني انا عندي بصراحة، لا هو زي ما هي تنظف pronto، هو بينضف وده، زي ما هي بالجاه الشمطيته، هو كمان، زي ما هي بتساعد في البيت، هو بيساعد منارق 기억ان、 يعني رائز زي جيودي بلزبط، بيساعد في البنت بكل شي، برافو عليك. بالضبط. هو كمان ما شاء الله في فريق كرة القدم بسهو موليد الفين وتراداشر لسه صغير وفريق السباحة ما شاء الله. برافو عليك. فسواء في الرياضة او في البيت اللي اتنين بيتعاملوا نفس المعاملة. لكن كشخصي بقى واحد لا هي ممكن تتعصب وتتشنج وتزعق. هو ما بيعرفش يعمل ده. البنات. احنا. احنا الستات والبنات بنعرف نعبر بنرغي اكتر بنزعق اكتر. بالضبط. هو مش بيعرف يعمل ده. فبيفيش يغله في اي حاجة قدامه. فانا لازم موجودة عشان انا مش هاسمح ان هو يمتدينوا عليها. ايه اكتر حاجة كنت رفضاها تماما في تربية مامة كليكي يا منار? ولقتي نفسك فجأة ايدها وانا بعمل نفس الحاجات اللي انا كنت مش طيقة مامي تعملها معايا. اه اكيد كلنا كده اصلا. بس اقول لك ماما كانت طول الوقت عايزاني مظبوطة. الهوق ما تتكلمش بالاسلوب ده. وطي صوتك شوية. اه دي كويس. نزل رجلك. فكنا طول الوقت بنتخنب بسبب الموضوع ده بسبب تعليمات طول الوقت. بس لما بقى عندي بنت اكتشفت ان انا بقول نفس الكلام طول الوقت. فريدي دهرك انتي دهرك كده هيبوض. اعطي لي رقبتك انتي مسكل موبايل كده لي رجليك مفتوحة. كده لي عرفيش بنت بتعب المنزر ده. احطي صوتك ايدي شوية. بقيت تعملي نفس الحاجات. وبتقولي نفس الجوة. ماما. مرسيا مانارو على وجودك معينا النهاردة. وحقيقي يعني انا ما شاء الله ما شاء الله ولا حاول عقود الا بالله. انا شايفة تربية جميلة واكتر حاجة عجبيني ان فيه رياضة وتربية وعلام كله مع بعضه. واكيد الرياضة فرق كتير قوي في حياتهم النفسية حتى مش بس في حياتهم العادية. فربنا معاكي. وان شاء الله بقى يبقى لينا لقاء تاني بقى وهم ايه اكبر شوية. ان شاء الله. شك لك يا رحمة. اتشرفت قوي بيكي. انا كمان اتشرفت بيكي. مرسيا جمي. نروح بقى للستوديو. وقبل ما نروح للستوديو هنطلع فاصل. ونرجع نتكمل مع ضفنا اللي هيكون معاينا في الاستوديو. خليكم معاينا. ارجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية من الاستوديو. معاينا بقى من نوارنا في الاستوديو. ضيف العزيز الكاتب وممارس علم النفس الايجابي. ابراهيم السيوف. ازاكي ابراهيم. اهلا من سلام. ازاكي انا ايه. ايه اخوارك. ابراهيم انا هدخل في الموضوع مباشرة. احنا بالربي ولادنا? ولا ولادنا هما اللي بيرابونا? اهıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı لأن هو التربية الصح أن أنا أربي وأنا أكون أنا النموذج وأنا القدوة لابني أو بنتي. فأنا عشان خاطر أشتغل أو أتعامل كقدوة أو قدوة لابني أو بنتي فده يتطلب مننا أن ما نزبط نفسي الأول. بالضبط. فأنا لازم أتحكم في مشاعري ولازم أختار الكلام اللي أنا بقوله. وإيه الكلام اللي أنا بقولوش. ورياكت إزاي واتصرف إزاي في كل موقف من المواقف. فبص لقيني وأنا بعمل ده. أنا بعيد تربية نفسي من أول وجديد وبصلح الأخطاء والمشاكل والإشوزة اللي ممكن تكون موجودة عندنا أصلا. حتى تلاقي الراجل ساعات بيغير من معاملة الأم لابنها. ليه؟ لأن هي ممكن تكون مثلا معها عصبية. ممكن تهمل وتعملوش الأكل بستعمل ابنها الأكل. ممكن مثلا يبقى بالها طويل على ابنها الكبير البكري حبيب قلب ماما. بس ببقاش بالها طويل على جوزة. فبتلاقي ده. إشمعنا معاه هو بتبقي كده. وشمعنا معاه أنا. ليه؟ لأن هي مثلا من بداية الجواز خلي بقى لك أنا عصبية. أنا لما معرفش إيه إيه. يجي بقى مع ابنها. يا إيه تاك. الكلام ده بيتغير خالص. الكلام ده بيتغير خالص. يعني هي بتتربى من أول وجديد أو بتأقلم تبعها. بالظبط كده. عشان ترضي ابنها. بالظبط كده. طيب في مثالين مودينا في داهية. ومعرفش هلهم صح. ولا أثبتة العلم والدراسات والزمن الحديث. إحنا في 23 هلهم غلط. مثالين على الولاد وعلى البنات. أكثر للبنت ضلع يطلع لها 24. ومش عارفة ليه 24 ليه ما يبقاش 30 ليه 35. وإن كبر ابنك خوي. يا سلام. يا سلام. إيه التفرقة العنصرية دي من قديم الأزر. إيه. إنت بتتحك ليه يا براي. عشان تدخلنا في تفرقة عنصرية. يعني. يعني. ليه ليه لما الولد يكبر أخوي. طب وليه البنت مخاويهاش وتبقى صاحبتي. ليه أكسر لها ضلع أصل. هو الحقيقة الليه المفروض أكسر ضلع. ولا المفروض يطلع لها. ولا بيطلع 24 دلع. ما كانت ضلع لتكسر. الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. ولا المفروض لما يكبر ابن خوي أصلا. الكلام ده كله يعني عبارة عن قناعات زائفة كده. ومالهاش أي قيمة المجتمع أو الوعي الجامعي هو اللي فرضها علينا. لكن هو إيه الصحة أصلا. لما يكبر ابني بقى أخويه والمخاويهوش أكسر لها ضلع ولا أكسر لها تنيم. وهيطلع حاجة ما كانت ضلع لتكسر ولا ما طلعش. هو الصحة أصلا إن هي العلاقة المفروض تدار على إن هي مش لا علاقة أخوة ولا علاقة فرينشاب ولا علاقة صداقة. المفروض إن هي العلاقة تدار إن أنا أب أو أم وبربي ابني أو بنتي. والتربية بشكل عام يا تربية صحية يا تربية غير صحية. ودي ليها أسليب وطرق ودي ليها أسليب وطرق. ودي ليها معايير أو دي ليها عوامل نقدر نقول التربية دي تربية غير صحية أو غير سليمة. ودي ليها برضو معايير وعوامل نقدر بيها نقول إن التربية دي تربية صحية أو تربية سليمة. أنا لا بصاحب يعني لو المفروض أن أنا أصاحب ابني ولا المفروض أن أنا أصاحب بالمعنى أننا نبقى فرانز هو العلاقة ويكون فيها شيء من المشاركة معه من أول ما انكبر ابنك خوي ألاقيه قاعد وابنه ماسك الشيشة جنبه فهيقول لك اشرب قدامي بدل ما اشرب من ورايا فأنا كده بخوي ابني حبيبي أنت كده بتضيع ابنك أنا موافق جدا عن كلام اللي أنت قلت إيه لأنه هو بمنطه البساطة من القواعد الأساسية في التربية بشكل عام بتقول قاعدة بتقول children see children do يعني اللي بيشوفوه بيعملوه قولي مهما تقولي وانا قول مهما نقوله وكلنا مع بعض كده نقعد نقول من هنا لبكرة الصبح ولا الهوى what they see what they do هم اللي بيشوفوه هم اللي بيعملوه ففي الحقيقة أنا لو عايز أربي وتربية دي تكون تربية صحية وسليمة وإيجابية ومزبوطة واتطلع إنسان حالته كده أقرب للسواء النفسي أنا فين أنا ببتدي بنفسي هو الموضوع أصلا بيبدأ من عندي أنا كأب أو كأم أيوة الهيبة بتاعت الأب بتاعت زمان الهيبة أنا كنت أسمع مفاتيح بابا بيفتح الباب كنا بننزل تحت السرير مش بس هنورى الباب تحت السرير ليه كنا بننزل تحت السرير؟ ما عاربش كنا بنخاف ليه أوي كده ليه يا إبراهيم كنا بنخاف أوي كده وإحنا صغيرين على فكرة أنا سألت السؤال ده عشان عايز أسمع عايز ما أسمع منك السؤال اللي أنت قلتدي ده عشان كنا بنخاف لأ عشان عارف ليه عشان اتضربنا قبل كده لما كنصوتنا عالي واتضربت قبل كده لما جي لأنا نايمين متأخر مش بادري عشان مدرسة بكرة فمجرد أنت بيجي لك كده إيه إيه ده جيه الساعة كم يبقى هتضرب يعني كان فيه خوف ورعبة سمعني يا بابا وبتفرج على كل حلقاتي كنت عامل فينا ليه كده وإحنا صغيرين يعني كانت بس كان بزيادة يعني أنا مش بقول بقى نعمل ولادنا زي زمان بس إحنا لشدينة قوي زي أهلينة وراخينة قوي يعني بقينا كده وقفين ساعات كده ما بقاش لنا طعم بقينا بنك بس يعني إحنا بنفرح أنا مدخل ابني المدرسة الدولية الفلانية أنا مدخل بنتي معرفش إحنا بقينا نفرح بالصرف بس لكن ما بقناش نفرح بالتربية الصح موافق جدا هو بصي هو نمط الحياة المادي هو فرض نفسه علينا بشكل عامي لا والله يا إبراهيم إحنا اللي عندنا عقدة الخواجب إحنا اللي عندنا عقدة الخواجب أنا شايفة كده إنت عرضني على فكر يعني عرضني خد ودي معاي عادي يعني أنا شايفة من صحباتي الستات هي عندها عقدة الخواجب يعني هي ما بتربيش أكتر ما هي بتتباها بأسماء المدارس الكبيرة اللي بتدفع لها بالدولار واللبس اللي بيجي من بره وتلاقي ابنها تربية مفيش أسوأ من كده ما شاء الله عليك أنا موافق جدا عن أنت بتقولي ده خاصة أن إحنا أصلا محتاجين نتعلم إزاي نربي يعني إزاي نربي دي أصلا مهارة يمكن تعلمها يعني إحنا متولدناش بنعرف نربي بالزبط ومش بالضرورة التربية اللي إحنا ممكن نكون عاشناها مع عبهاتنا وإمهاتنا في بيوتنا زمانة وإحنا صغارين تكون نام التربية صحي فبالتالي طبيعا أن إحنا نبقى طالعين مش عارفين نربي أو عندنا خلل في مفاهيم التربية بس ممكن نتعلم ده وده سهل جدا أن إحنا نتعلمه أبسط حاجة يعني مثلا لو أنا هحكي مثلا وأقول من الحاجات اللي إحنا بنتكلم عنها إن إحنا فيه أربع أنماط من التربية أربع أساليب للتربية قل وهم أساليب لطيفة جدا جدا وليهم مساميات وكل اسم منهم بيعبر عن النمط يعني كل اسم من الأنماط الأربعة دول بيعبر عن النمط اللي هو بيدل عليك طي seed أول نمط هما أربعة واحد اسمه المتساهل 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 الثاني اسمه السلطوي السلطوي أو المو lingerie والدكتاتوري الديكتاتوري بالضبط كده يبقى متساهل سلطوي سلطوي متجاهل متجاهل مسئول مسئول سلطوي متجاهل متساهل مسئول يلا بينا أشرح لي أشرح لك حفظتيهم سلطوي متجاهل متساهل مسؤول يلا نبدأ بالسلطوي السلطوي ده اللي هو بتاع دوء أندونس وكلامه كله أوامر والحياة كلها ميري زوجة رجل مهمة بالزبط كده بالزبط كده ده كلامه كله عبارة عن أردس بيشخط بيزعق بينطر ممكن الموضوع يصل لحد الإهانة والتجريح كمان وبنشوف ده كتير ودايما السمت العام أو الأجواء العامة اللي تلاقيها محيطة بالأسرة دي أو بالبيت ده هو الخوف رعب خوف اللي هو ضبج ايه ايه طب ما ينجي ده كان الطائب الطائب بتاعي ما علينا مش عارو ماشي النوع التاني النوع التاني ده السلطوي النوع التاني اللي هو المتجاهل اللي هو اللي انت تكلمتي عنه من شوية ده يجيب جلطة بقى ده بتاع البنك ده اللي هو الاتي امل في البيت ده مكبر دماغه من كل حاجة ضرب الدنيا يعني مش فرق معاقي حاجة مهتم باعيانه ما بيسمع لهمش ما بيتكلمش معهم ما بيقعدش معهم ما بيديهمش وقت مش مهتم بأمورهم قد يصل الأمر في بعض الأحيان انه هو ينسى أصلاً ولاده في سنة كان المتجاهل ده خلي بالك تأثيره حتى على الست بتبقى هي كرهت نفسها وكرهت قنستها ومش حاسة أن هي ست لأنه قرية دي برضو متجاهل الست هو متجاهل في المطلق هو متجاهل في المطلق هو في فاميلي هو متجاهل بقى الفاميلي بكل الممبر ونتيجي تسأله يقولك ما أنا بصرف ما أنا بشأ بالضبط ما أنا بشأ عشانكم ما أنا بشأ عشانكم وده بيحصل حقيقة وده احنا بنشأ على فكرة والله أيها انتو بتشأوا بس على فكرة انتو بتشأوا على فكرة بجد وبتتعبوا أنا ما بقولش لأ ومش هقولك احنا بنشأ في البيت والله مش هدخل فلسطوانا لدمهت إيدي موضوع حلقة تانية آه لكن لا انتو بتشأوا بس عارف الراجل اللي بيدفع كتير واللي بيشأ كتير وحتى متاش بقى عشرين في المية انو يسمع ولاده او ياخدهم في حضنه بيضيع كل فلوس ده اصرف مهما تصرف هيجبر يقولك انت كنت فين وانا زعلان انت كنت فين وانا بتخرج ومش واقف جنبي انت كنت فين وانا مفسوط وبالنجاحي وانت مش موجود في حياتي مهما تصرف بالضبط الرعاية النفسية اهم كتير من الفلوس بالضبط موافق جدا فده النمط التاني اللي هو المتجاهل واحنا كده قلنا السلطوي وقلنا المتجاهل فيه بقى النمط التالت اللي هو ايه اللي هو المتساهل المتساهل ده اللي هو ايه بقى اللي هو حاضر وطيب ونعم على كل حاجة حتى الحاجات اللي ممكن تكون وحتى الحاجات اللي ممكن تكون غلط ومضرة لولاده على الشور تيرم واللونك تيرم فاللي هو إيه حاضر 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 طيب 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 طلبات الولاد كلها بلا استثناء مجابة واللي واللي عايزينه بيعملوه فبيبقى بيخلق حالة من الفوضوية حالة من الفوضوية حالة من الفوضوية موجودة في البيت وعلى فكرة دايما كنت برضو بيسبب نسب طلاقة عالية جدا لأن الأم فجأة بتبقى مدية من صحتها وحياتها وشغلها عشان تربي زي ما شفنا كده في بداية الحالة كل أم بتبقى همها يبقى ولادها أحسن ولاد في الدني ويجي الأب يعني أنا مسلا أقول مثال مش أنا يعني عموما مشاكل كتير بالجنة في البرنامج إن هي الأم تربي وتشد قوي على بنتها إن تدخل رياضة وتلعف فريق وتيجي تقول لبابا أنا مش عايزة أوكي وما تروحيش هي تقول لها مفيش فلوس كتير في إيدك تروح لباباها حبيبتي عايزة كام خدي خدي مش مهم عايزة انت بتضيع شقاية وتعبي وده بيحصل من ناحيتين وعمري بس هو دايما يعني بيحصل من الراجل ماشي بيحصل من الراجل عشان الراجل أقول لك أنا ليه مش عشان إحنا ضد عشان الراجل بيبقى مشغول هو الراجل بيبقى مشغول بيبقى طول اليوم بره البيت فمش عايزة واجعة دماغ انت عايزة يا حبيبتي بتعاتي ليه ممتك قالتلك لأ خلاص خد ياه ما تقول لهاش ليه بيشتروها بالفلوس بص خلينا أقول لك سواء كان يعني احنا الثلاث ألمات اللي قلناهم دول هما دول الثلاث ألمات الغير صحية سلطوي متجاهل متساهل الرابع بقى ففي فيه سلطوي ستة وراجل وفيه متساهل ستة وراجل على فكرة صح وفيه متجاهل ستة وراجل لا بس الستة تعافش تتجاهل عيالها معافش تتجاهل مشاكل عيالها أبدا دي من النوادر بقى طب على فكرة ما فيه ستات بترمي ولادها وبتمشي فيه فيه بس من النوادر حالات ندرة بس الستة بقى لو شفتها ودخلت حياتها اللي رمت ولادها دول من كتر ما طقت اسرف ما بصرفش اعمل ما بعملش طب أمشي في الشارع أكلم نفسي أكل عيالك دول منين اتصرفي في حقيقة القهر اللي بيخلي الستة ترفع أديها على مسؤولية ولادها القهر القهر فقط يا سادة يا رجال القهر فقط الأم نزلة بغريزة من عند ربنا هي كانت تعلمت يعني إيه رضاعة ويعني إيه ولادة ويعني إيه تربية ده غريزة حب كده ماشية مع الشرايين كده لولادنا ما تيجي نروح للنمط الأخير الصحي نقول النمط الأخير احنا تقول لهم التلاتة اللي هم بي مش أحسن حاجة تقول نروح للنمط الصحي الأخير النمط الصحي الأخير ده اللي هو اسمه النمط المسؤول يعني إيه بقى النمط المسؤول قبل ما نروح للمسؤول لأنه شكله كده كويس هتقول حاجة حلوة خلاص مع التلاتة اللي فاتوا مش كويسين يعني أكيد يجب يفضل حاجة كويسة واضح كده هنروح فينا عن الرجل المسؤول النمط النمط المسؤول خلينا نروح للشارع والكاميرا يحكى أنه نزلت للأمهات والأبهات عندهم كلام كتير عايزين يقولوه وإحنا نسمعه تعالوا نشوف مع بعض أمه عنديين شوية يعني العناد بتاعهم أكتر مشكلة بتقابلني لما ابني يطلب مني حاجة وأنا لمس في مقدارتي لأنا ألبيها لي كونا زمان ما ابني نطلبس وأولا أكتر مشكلة بتقابلنا في تربية الولاد هي البيئة اللي بيعيش فيها الولاد إذا كان المنبع طيب يعني الكرآن أولا بيذكر في أيات كتيرة المنبط الطيب بيخرج نباته طيبة المشكلة في البيئة بتاعة الأولاد نفسهم صحبة الأولاد إنسان يخلي باله من صحبة أولاده أهم حاجة لا إحنا بالوقت الأولاد بتقابلنا مشاكل كتير لاجم بوقع فيه مبارية للطفل نشوف إيه اللي نقصهم نحاول ننمي فيه الحاجات نحاول نهتمي بعقليته هو عاوز إيه؟ وإحنا ننميه بعد كده هو لكن لو أنت بتتكلم لا للطفل هو اللي بيغضينا دلوقت والله هي قلب الأب دايماً على أساس ما يبوصلش لغيره بس المفروض أصلاً المفروض مش كل حاجة تتلبى للأطفال السهرين لأن شاء على كده وهيكبر واعتمد على غيره مش على نفسه لا طبعاً في حدود المعقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير مرين إلا واختر أوسطهما أو أيسرهما ما ممكن يكون حاجة مخالفة أو حاجة هتضره ما دا أقولوش لا طبعاً أكيد مش كل حاجة لا لجب مش بنمنحهم اللي هم عاوزين لكن لجب نسأل الحاجة لو حاجة مش مرغوب فيها لجب نسأل ليه طلبينها أو عاوزينها دا اختلف كتير كتير يعني دلوقتي التليفونات والنتو والحاجات دي شغلة طوالي فأيام نحنا ما كانش بيهن الحاجات دي برا الجيل اللي عايز كل حاجة بسرعة بسرعة أنا عنا سنين أنا ما ياخد الابتدائي عشان نتمنى ساعة أول مشكلة بتقابل المواطن أو بتقابل الأب عمتاً أنه هو بينفس كل رغبات الطفل سواء معه أو ما معهوش بدون أي أسباب علشان ما يبقاش هو يعني إيه مأثر في حقه أو يكون مزعاله أو هو أحسن من غيره وده مبدأ الناس دلوقتي يعيش عليه الأخلاق خلق النبع السلام التربية الصحيحة المشي الصحي المذاكرة التعليم الحاجات دي كلها كانت موجودة زمان دلوقتي العيل بيطلع لا حولها لكو أنا بدأتكلم في جيل سبعينات ثمانينات كان فيه حاجات كتير مختلفة تماماً أنا آسف لحضرتك مش هنفع طابق داب دا نهائي أربع أنماط شخصية شخصيات في حاتنا أربع أنماط للتربية للتربية ما هي الشخصية دي اللي بتربي؟ يساً حلو كده وصلنا الآخر نمط اللي هو الشخصية أو النمط المسؤول إيه النمط المسؤول دا؟ النمط المسؤول دا اللي هو اسمه بيدل عليه هو مسؤول يعني هو بيقوم بدوره كأب أو هي بتقوم بدورها كأم فتحين مساحة أمان ومساحة حوار ونقاش بينهم وبين الولاد مدين مساحة إن الولاد تعبر عن رأيها فيه مساحة من المشاركة مساحة من المشاركة والمقصود بيها مش إن هم الولاد بيشاركوهم لا هم اللي بيشاركوا ولادهم في الحاجات اللي هم بيحبوها يعني بينزلوا المستوىهم يعني أنا مثلا على سبيل المثال أنا كل أسبوع أو كل أسبوعين لازم أدخل أفلام كارتون أنا وولادي فمساحة من المشاركة ده النمط المسؤول اللي بيدي مساحة من الأمان والحب والكهر والرعاية والإحتواء لولاده فبالتالي بيخرج شخصية طفل أقرب للسواء النفسي تمام وفي حتة النمط اللي هو التجاهل ده التجاهلي ده لكل حاجة تناش تناش لقينا في الآخر يا إبراهيم قالت له هاتلي ورد يا إبراهيم ولا هي إبراهيم ما قالت له هاتلي ورد يا إبراهيم ليه بقى ليه بقى عشان ما أخدتش اللي هي كتنستنعه يا صغر لأنه هو طول وقت مطمنش الحتة دي ما بيهتمش بالحتة العاطفية الرومانسية اه تتتعني هي كزوجة يعني ايوة هي كزوجة ما هو اللي بيتجاهل ولاده بيتجاهل مراته بيتجاهل أهله أكيد ده له أسباب طيب قبل ما نروح للأسباب خلينا نروح بقى برضو الأحداث بما أنحنا بنتكلم على التربية إذا كنا إحنا يا جبار لما بتفرج على التلفزيون مع الأحداث الشديدة التأثير فينا غزة والشهداء والانهيارات والخراب والضمار الشام اللي إحنا بتفرج عليه إحنا يا جبار بيجي لناك تقاب أنا أيام كتير ما بعرفش أنام من كتر مشاهد الأطفال وكده إزاي هنخلي ولادنا يشوفوا الحاجات اللي بتأثر عليهم سلبي دي لأن دي تجيب اكتئاب تجيب توحد وتجيب حاجات كتير وتخليه حتى حاسس بعدم الأمان إيه ده العالم بيحصل فيه كده إيه ده أنا خاف أموت إيه ده أنا خاف يحصل إزاي الطفل اللي أنا شايف خليني يا إبراهيم نطلع مع الدكتورة عائشة حسن مستشارة استشار سلوكي وتربوي هنعرف منها إزاي يعني ولادنا يعدوا الأحداث دي إزاي أو المشاهد دي أو أي حاجة سلبية تحصل لهم في حياتهم إزاي التكيف إزاي يتكيف ويرضى باللي حصله إزاي مثلا كمان ممكن يكون الولد ده فقد أمه فقد أبوه يعني توفى فحاسس إنه يتيم فده بنسبة له حياته كلها رايحة أستاذ عائشة إزاي حضرتك أهلا بوطي إزاي عنا إيه يا رب كوني بخير الحمد لله تمام أهلا بك في يحكى أنا إزايك يا دكتورة أخبارك إيه ربنا يكريميك يا رب شكرا جزيلا أنا بس حتة الأحداث الصعبة أو مثلا لو الطفل والده توفى أو والدته يعني يكون فيه كارثة في حياته أو شايف مواقف كتير صعبة إزاي من خليه تأقلم ويحس بالرضى سيكون على حكة بالمرحلة العمرية اللي هو فيها يعني إحنا بنقول إن تحت ثمان سنين الطفل ما بيكونش حاسس بالمشاكل اللي بتحصل معايا بشكل واضح جدا فإحنا المفروض إن إحنا بنحاول إن إحنا نشتته عن كل الحاجات اللي حواليه يعني أي مشاكل حواليه ما نخليه في قاعد في الوقت اللي الأم فيه بتعيط ونحاول إن إحنا نبعده عن البيئة زي نبتدي نشتته بأنه هو يتفرج على حاجات يلعب يلون يرسم عد بقى 13-14 سنة خلاص و15-16 و20 يعني الفترة دي كلها نحن هنا بقى بيجد بقى أرشو لأنه بيكون قد الوقت بتاعه ويستدينه وهو في الأحداث كويس محتاج شرح فطبعا الأسئلة بتعاته اللي ترد عليه في البوح لازم يتقاله إيه المشكلة بالضبط اللي حصلت والأثار بتاعتها وإن إحنا نقدر إن إحنا نعديدها ولازم يكون في صفورة لو حصل إن الشخص ده عدى بعد الفقد بحاجة اسمها قرب ما بعد الصدمة فنازم إن هو يتم معالجته من خلال تفصيل قدوا معاه ويعطوا بلاسات الإجنة وما متجاهل سنو لازم ممكن يأثر على صحياته النفسية وصحياته العقلية وممكن يؤدي إلى إكتئاب إكتئاب بشكل جدا الدكتورة عائشة حسن مستشارة سلوكية وتربوية شكرا لك يا فندم كنت معنا ونروح بقى تاني ونكمل كلامنا إبراهيم أنت كنت بتهزلي رأسك فأنت موافق جدا يعني عايز تقول حاجة أنا عايز أقول حاجة عايز أضيف على الكلام اللي قالته الدكتورة الحقيقة أو أبني عليه من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلي أولادنا يعرفوا يتعاملوا مع الأوقات الصعبة في حياتهم في المجمل وبالذات كمان الأحداث اللي حصلة اليومين دول فيما يتعلق بأحداث فلسطين وغزة إن إحنا نبتدي نستغل الحدث ده بإن إحنا إيمان نغرس جواهم شوية معاني زي؟ أقولك يعني هحكي لك مثلا حاجة حصلت بيني وبين بنتي جوجو يا جوجو عندها 11 سنة ماشاء الله فيير سكس طب حكيلي بقى أنا أحب الحاجات الواقعية آه يلا نحكي يلا نحكي بقى الحواديد بقى يلا كانت معايا وكنت رحيم مشوار فبتقول لي ما لك يا بابي قلت لها أنا مخنوق جدا أنا حبيبتي مخنوق أبي جوجو قالت لي ليو تلها جوجو اللي بيحصل في فلسطين والأطفال اللي بتموت والأحداث اللي حصلة أنا مش كويس أنا مش مبسوط يعني آه كمين فلقيتها رح تسكتت كده وصرحت وزنقتني في حتة سؤال آه قالت يا بابي وإحنا مفروض نعمل إيه ما هو ده السؤال آه فاللي هو أنا حسيت كده أن أنا إيه يعني ابتخدت آه 11 سنة المفروض أرد أقول إيه وفهمها لها إزاي وفهمها لها إزاي فبدأت أبسط المعلومة وردت عليها رد كده واستغلت السؤال ده عشان أغرز جواها معنا آه فقلت لها يا جوجو اللي إحنا نقدر نعمله إن كل واحد يستغل الحاجات الكويسة اللي عنده والموارد أو الحاجات الكويسة اللي ربنا ادهاله إنه هو يساعد بيها الأطفال اللي بتنوت في غزة ويساعد بيها إخواتنا وأهلنا اللي موجودين في فلسطين دلوقتي هترد عليك ببلك يعني أنا أعمل إيه آه قلت لي يعني أعمل إيه قلت لي يا جوجو إيه إيه الحاجة الكويسة اللي عندك اللي ربنا ادهالك آه فسكت كده قلت يا بابي أنا بعرف هارسة هي هي يعني شوف أنت كمان خليتها تعترف بنعمة ربنا يسا إن هي عندها نعمة جاي لك بقى الكونكلوجون بعد الكونفرزيشن أو بعد المناقشة اللطيفة دي قلت لها حلوة قوي مش أنت دي حاجة حلوة وميزة حلوة وموهبة وربنا ادهالك صح قلت لي آه وطالها خلاص يا جوجو تعالين اتفق اتفاق إيه الاتفاق يا بابي عايزك حبيبتي ترسيمي رسمة تعباري فيها عن اللي انت حساة تجاه المسجد الأقصى والأطفال اللي بتموت في فلسطين وإخواتنا في غز حال وعباري فيها عن اللي انت حساة ده حال وتعالي ناخد الصورة دي تنحطها على السوشيال ميديا ونحطها على الفيسبوك وتوريها لصحابك في المدرسة وتطلبي من كل واحد منهم يعرف ايه الحاجة الحلوة اللي عنده اللي ربنا ادهاله وازاي يستخدمها في انه هو يعمل حاجة كويسة للناس اللي موجودة في فلسطين والناس اللي موجودة في غز واتفاقنا الاتفاق وحددت دمعات تسليم الرسمة والمفترض دمعات تسليم الرسمة الاسبوع الجاي حلوة قوي عايزة اقول يا ايماني اه اقول انا لما جيت قعدت بعد كده رفلكت وافكر في الموقف ده هو في الكونفرزيشن دي فيه شوية معاني اتغرست جواها انا شايفها اول معنى لمسته ان انا اعرف النعم اللي عندي انا مميز في ايه اه يعني ايه نعمة خلي بالك فيه بنات كبار تلاتينات وبنفضل نقول لها عدي النعم اللي في حياتك يعني احنا بنعلمهم لسه من البداية ان انت عندك نعم او ما بيقاش واصلهم ده فحلو ان انت تفاهمها يعني ايه نعمة وتفهم يعني ايه حاجة حلوة ربنا ما اديها لها موهبة فده اول معنى المعنى التاني ان انا ما ينفعش عايش انسان منعازل ولازم اكون حاسس بالمجرؤيات الاحداث اللي حواليه المعنى التالت مهما كنت مفيش في ايدي حاجة اعملها هتفضل دايما في ايدي مساحة متاحة اقدر استغلها واعمل بيها حاجة اترك بيها اثر واكون بيها انسان ايجابي فهي بعد الكونفرزيشن دي او نتيجة المعاني دي الصوت الداخلي اللي تواجد جواها ايه ايه انا جوجو انا صغيرة انا عندي 11 سنة بس بالرغم ان انا صغيرة وعندي 11 سنة انا ليا ايمة وامسانة فعالة واقدر يكون ليا دور حتى لو انا صغيرة ودي احلى حاجة طلعنا فيها ابراهيم او هنختم بيها ان كل بني ادم فينا يعني زي ما انا عايز اخلق ايمة لابني او بنتي وطلحهم حاسس بنفسه ان هو حاجة مفيدة مش حاجة كده وخارج شو علي هامش لازم الام تبقى حاسة بقيمتها عشان تخلي بنتها حاسة بقيمتها الاب شوف حضرتك ما شاء الله عليك اب فاضل شوف وصلتلها ازاي نيات حس بقيمتها لو ابراهيم مش عارف امته في المجتمع او في بيته او في عيلته او في حياته عمرك ما هتوصل ان انت تخلي البنت تحس بقيمتها فدايما يا جماع اللي زي ما قلت خالص في اول كلمة يا ابراهيم اللي الاطفال بيشوفوه بيعملوه بيعملوه شايفة الام جدعة ووقفة وبتشتغل واسقف نفسها هتلاقيها بنت مستقلة ووقفة على رجليها شايف الاب لو شاب بتلع شايف الاب قاعد في البيت ما بيشتغلش مدمن بيهين امه او بيعمل وبيعمل هتلاقيه في الاخر هو بيته بيعمل كده في امراته وفي ولاده فيعني دايما بتبقى بيتنا هو يعني المراية اللي احنا بيبص فيها الله حلوة اوي كلمة مراية دي حلوة اوي كلمة مراية دي ياريتنا يا خبالنا شكرا يا ابراهيم على وجودك معنا النهار شكرا جدا ان شاء الله الحلقة الجاية هريتكلم بقريحية اكتر بيبصلي بيبصلي وبيصغرلي ده واضح مشاهدينا خلصت حلقتنا النهار ده وحقيقية يعني انا قلت كلام من القلب التربية حاجة صعبة جدا انا مش بنقول كده عشان نقول ايه ده ده عادي لا لا انا حاسة بيك انت الام اللي بتتفرج علي انا حاسة بيك انا ام زيك قدي ايه المو التربية دي حاجة صعبة قدي ايه بنتعب وبنشأ من صحتنا وجهدنا وحياتنا وعمرنا لعمر كله الشباب اللي في الاول ده كله بيروح في الرضاعة والتربية والتعليم والمذاكرة بس لما بتلاقيه ابنك كده حاجة حلوة في الدنيا وحاجة تتشرف فكل تعبك ده ما بيبقاش تعب بيبقى نجاح فربنا يخللنا ولادنا يا رب يحفظهم وان شاء الله نفهم عشان نعرف ان ربي اشتركوا في القناة